موقف آخر عمر عصر بطلنا المصري في تنس الطاولة بيواجه أزمة عجيبة غريبة كبيرة الراجل المفروض عنده برنامج يستعد به لأولمبيات باريس كان من المفترض أنه هيشارك في بطولة بتايلاند خلال الفترة الحالية لكنه بعد الصفر بعد الصفر على نفقته الخاصة وبعد ما حجز الإقامة على نفقته الخاصة تواصل مع اللجنة المنظمة للبطولة وتفاجأ أنها بتبلغوا أن الاتحاد المصري لتنس الطاولة لم يرسل اسمه للمشاركة في البطولة إزاي؟ طب دي البطولة اللي أنا هستعد بيها لأولمبيات نسينا بالمناسبة هم بلغوا قالوله كده نسينا يعني إيه نسينا طيب اللاعب دلوقتي ما عندوش بطولة يستعد بيها لأولمبيات هتقول لي ما هيروح بقى بخبراته ومهاراته لا دي لعبة محتاجة مشاركات ومنافسات طول الوقت عشان يفضل جاهز وإن شاء الله يرجع لنا بمدالية أخرى أو مدالية ضمن مداليات بإذن الله لعبتنا أو لعبينا أو لعباتنا يكونوا راجعين بيها فدي حاجات صغيرة بنفوتها على نفسنا وبتعدي مرور الكرام طيب